اليوم سنبدأ بلكتر الروت كنال فلنج ماتيريال شن يعني روت كنال فلنج ماتيريال يعني حشوة الجذر اللي يسموها بالمصطلح الآخر حشوة الجذر احنا اكيد راح نتوسع بعضين بالمراحل المتقدمة بس يعني هو بيشنت يجيني اندفد ألم بالسلمال راح عاني اشوف مثلا عنده تسوس راح اسوي كافيتي لربما عنده بس تسوس ما عنده ألم بالجذر اكيد شو يسوي اشعة او يمكن اسوي احفر واشوف اذا اكو التهاب صاير للداخل احط له علاج اذا تداول شون مثلا من شو نحن التمبرال فلنج ماتيريال من انه هي بها صدادف افكت انه بها الاتقام او علاج او مثل مهدئ للبالب ما للبيشنت فاذا تداول اتداول 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 حشوة الجذر حشوة الجذر شون يعني اموت الجذر واطلع على الجذر وانه بعد اسوي لحشوة داخل الجذر يعني يصير سن ميت بس باقي بمكانه نهيج يعني ماكو لا توصل لغذاء او عيه دمويه ولا اي شي يعني الموته للسن يعني زين نجي على اندودنتك انسترومنت شون يعني اندودنتك انسترومنت محمود يعني الادوات اللي راح استخدمها في حشوة الجذر ثم اندودنتك انسترومنت 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 يستخدم لتحضر البالب تشو لازم اوخره لازم انظف الكنال مال الروت يعني الكنال مال الروت هو بيها قاعد البالب اول جهاز عدنا يوم واللي هو احسن واللي هو اكثر واستعمالا هو الستينلس ستيل الستينلس ستيل هو هذا اني عندي في الجهاز يا اما في الجهاز او بايدي هنا نهاي بايدي او هذا اشكله بجهاز وهو يفر زين ستينلس ستيل هاند يوم او او اخر الجذر اطلعه او موتور درايلا يعني شنوились محرك هم او ريمر او فايلد يعني بعضنا ما نتوسعين به بس شنو الاي لا على شكل مثل الملفات واحدة لفوفة وللوخ او بها ثقوب او خلاص زين ما نتوسع بيها اكثر البروبريتيز الاصفات انه خلتني اني استعمل الستينلس ستيل اكثر من الباقي شنو البروبوريتيز اولا هاي تورجن سترانك ثانيا هاي بيندنج سترانك هاي شنو يعني اني جذر هسا هذا باعو انتبو على هاي الصورة الجذر شايفين الروت كنال احنا هذا مالتنا السين ويصير بيها انحناء مو صاير بيه انحناء هذا السين وصاير بيه انحناء اني لازم الانسترومنت اللي استعملتها اللي هي ستينلس ستيل لازم لها قابلية على الانثناء شوفوه هي عدلة بس اني منا ادخلها بالسينباع ويصير بيها انحراف هي شده تصير اذا لازم لها قابلية على الانحراف على الانحناء هاي بيندنج سترانك زيان اني لازم هاي التلتف تلوي اني من دا اه هذا شون يعني اقول لكم من دا ادخلها وبنفس الوقت هي دا تنعوج او افر بيها يعني يصير بيها الروتيشن هاي اللي هو يسمو هاي تورجن سترانك قابلية على الالتواء عالية اذا هاي تورجن سترانك وهاي بيندنج سترانك اكيد هو هذا ستينلس ستيل اذا مقاوم للصدق مقاوم للتااكل في كوروجين رزيستانت اه اه ادخل اه اول اه اه او هاي تورجن سترانك او اينها مقاومة بايندنج سترانك have bad effect on the cutting ability or on corrosion resistance. Sterilization يعني شنو اعقم هاي الانسترومنت. لازم ما الها تأثير على on the cutting ability. مو اني اعقمها انه بتعدم لي اياها. لازم انه ما تتأثر بالتعقيم. ما تأثر لي على ال cutting ability قدرة التقطيع or on corrosion resistance مقاومة التاكل يعني. هذا الانسترومنت ما هو اول واحد احنا عدنا اثنين واحد اسم ستين لازم نحن نجع عليه النيكل تيتانيوم. النيكل تيتانيوم. هذا النادر الاستعمال. بس شنو يعني اكثر قوي بعد. higher strength and lower modulus of elasticity. يعني الى قابلية مرونة عالية. لا. عن شنو يا الى قوة يعني هاي سترنكت زين هاير سترنكت ايند لور موجولاس اوب الاستيسيتي ايند ار سوبر الاستيك دان ستينلس ستيل انسترومنت هو الى لور موجولاس الاستيسيتي يعني شنو ام يعني هذا عامل المرونة لور اند بس سوبر الاستيك لكن هو اكثر يعني شون معامل مرونة ومرونة من الاستيسيتي المهم اني بس دار ما ادوهكم بالنيكل تيتاني هو مجرد هاير سترنكت بس الموجولاس الاستيسيتي اند لور الاستيسيتي اند ار سوبر الاستيك بس هو اكثر يعتبر الاستيك من الاستيسيتي المهم يجوز بالعمل مثلا يجيب لك هذه الصورة يقول لك نايم الاسم مالتها هاي ستين لسستيل وتحطها بين قوسين اللي هو اندودونتك انسترومنت يقول لك مثلا اليوزنج مالتها شنو اليوز ترموف دي بالب تيشو رموف دي بالب تيشو دورينج روت كانال تريتمنت يقول لك الطيفة البروبوريتي وحدة عنه نقول لك مثلا هو كراجر رسستنس احفظه هو ستين لسستيل ما يصير بي التعاكل إذن كراجر رسستنس اجي على الابتوريتنج بتي اصلي هنا اني اش صار عندي سويت الكافيتي ونظفت الجذر طلعت من عند الجذر الميت اللي هو البالب هسا اجي احشيها مو المفروض اجي احشيها زين هسا الحشوة اوبتوريتنج ماتيريال يعني هي مواد الحشوة اللي هي مال الاندودونتك ماتيريال ماتيريال هي مواد that will fill the canal space يعني صارت السقنات البالب فارغة ما بيها جذر and may or may not be used with a sealer مرات استعمل وياها هاي الحشوة السيلر ومرات لا انا احطوني نجمة بعضين وبنهاية اللاب راح اشرح لكم شنو يعني السيلر اذا اشرح لكم ياسا ما حتفهمو اوبتوريتنج ماتيريال can be classified عندي اي نوعين من الابتوريتنج ماتيريال صليبة تكون واني اما وقحة solid material او يعني او تكون يعني semi solid semi solid يعني شبه صليبة يعني اما تكون paste على شكل معجون or softened form يعني مادة ناعمة مخففة يعني soft زين راح اجي على اني الابتوريتنج ماتيريال عندي يفيد مثل ما نعرف كل المادة ناخذ ناخذ بها requirement or desirable properties يعني شنو desirable properties يعني شنو اريد بالابتوريتنج ماتيريال يعني خصائص مرغوبة بالابتوريتنج material desirable property of the obturating material اجي على اول نقطة easily introduced into the canal يعني سهل انه احطها بالكنال مو اقعد بالقوة تدخل للكنال لا سهلة انه easily introduced into the canal نقطة ثانية seal the canal laterally and epically انه كل البوردر ما للكنال تمليه هاي الحشوة انه تتسرب يعني تروح لكل الاماكن تغلق لكل الاتجاهات laterally الجوانب وال epically يعني المكان اللي بيه الفورامي اللي تدخل من عنده الفاسكولار سبلاي Neuro Vascular Supply Not to shrink after being inserted ليس لأيض الحشوة في مكان جذر ويصبح بردة ويصبح بيتها ويصبح بيتها ويصبح بيتها من الشرنكيج ستنكمش من الشرنكيج ستنكمش الحواف ستصبح فارغة لا بيها شيء ستدخل السوائل و تكون لبكترية يعني شنو لازم تكون مثلا غير منفذة للرطوبة يعني ما تسوي سماح نفاذية للدخول السوائل الى داخل الجذر من يدخل رح يصبح بكترية يعني غير منفذة للرطوبة يعني نقطة الخامسة they should be bactericidal or reduce bacterial growth بكتيري سايدل يعني انه تكون مثل مبيدات موعد مبيدات للحشرات هذه مبيدات للجراثيم مبيدات للبكترية يعني هي مثل تمنع نمو البكترية او على الاقل انه تقلل من نمو البكتيريا راديو اوبيك من يجيني مريض و اريد ما يعرف هو هذا هو هذا المريض يجي يقعد على تشير و يشتغل الطبيب فالطبيب رح يسوي لحشوه هذا شمدري حشو الجذر لو يعني نادر ما اكو بيشنتية يعرفون فهذه العادة بيشنتية اللي يجوني للكلينيك يكونوا ما يعرفون أنا اقعد حشي بس مني يروح مثلا غير دكتور غيري و مثلا دكتور هذا ما يعرف هذا شنو ش عنده حشوه ما يعاني من قلم فاني لازم في حالة هو مدى يعرف هذا البيشنت شنو بيش داخله اكو حشوه فاني رح اسوي لاشعه لازم فلازم الطبيب القبل اللي يسوي هاي الحشوه يسوي لحشوه راديو اوبيك يعني تبين من الطبيب الثاني رح يسوي لاشعه فهمتوا هاي الفكرة انه مني يقولون راديو اوبيك مثلا ما تلوث لي المادرة اللي رح احطها بالبالب ما تسوي لي او تلطق لي او تلوين لي الستراكشور ما للتوث لان تعرفون انتو للداخل اكو السم انت مو اكو دنتين و اكو الانامل بحيث تلوين التهاب or effect to structure او تأثر على الدنتين والسمنتم والانامل وهالأمور يعني الستركشور مال التوت يعني شنو سهل انه اعقمها هاي الوبتوريتيج ماتيريالين اكو هاي مثل القتا بيركيس راح نجي نعرفها انه لازم تتعقم قبل من داخلها الى الداخل الروت كناب فاذا ازلي سترلايز النقطة العاشرة ايزلي ريموف دو فروم روت كنال مثلا اكفت حشوة سويتها بالروت كنال بس ما صارت عدلة او البيشنت صار عنده الام بيها او سويت لي فتبكتيريا او ما قاعدت عدل لازم انه ايزلي ريموف دو فروم دو روت كنال سهل انه ازيلها من الروت كنال من قناة الجذر زيان اجيزة على نبدي اول نوع من من الوبتورايتنج ماتيريال اللي هو السوليد اوبتورايتنج ماتيريال اللي هي تكون صليبة السوليد اوبتورايتنج ماتيريال هو الاكثر استعمالا وعادة ان قتا بركة هي اكثر واحدا نستعمله اذا دقيقة السوليد اوبتورايتنج ماتيريال هو هذا السوليد اوبتورايتنج ماتيريال هو اكثر واحدا من هذه السوليد اوبتورايتنج ماتيريال وبصورة عامة هو القتا بركة القتا بركة او القتا بركة يعني ادت مصطلحات المهم قتا بركة هي والمواد اللي تعتمد على الريزن تكون مثل العجينة والمواد الاساسية اللي تعتمد على الريزن سنتيك والمواد اللي تعتمد على الريزن تكون مثل العجينة والمواد اللي تعتمد على الريزن الميجر ادفانتج هنا مهم هاي النقطة ثماني الميجر ادفانتج من هذه الماتيريال هو استعمالة لتحكم الريزن اكثر فتشي يفيدني بهاي الماتيريال بالقتا بركة او بالصوليد اوبتورايتنج ماتيريال انه انا اقدر اتحكم بمالتها الطول انه اقدر مثلا يعني تكون الها القابلية على انه شون ادابتيشن يعني احشكها الى داخل الروت كنال او صير تتكيف على اكو مثلا عندي اماكن بالروت كنال مثلا عندي اكسساري كنال عندي يعني يجوز منشوفه الكنال هيش عدل لا يجوز مثلا هيش رايح هيش شويونه هيش جاي يعني شون ايش مهم يعني انه لها القابلية انه يصير بيها ادابتيشن انه من اني اداخله تجي منانا بعدين تجي منانا تملي كل الفراغات بالاماكن الاريجولاريتيز يعني الغير منتظمة يعني ان تو كريايت ان ادكويت سيل وفد يعني تسوي لنا السيل الى كل المكا اماكن نجي على اول وحدة اللي هي القتابيركه نجي على اول وحدة اللي هي القتابيركه اول وحدة من ضمن السولد ولي هي اكثر واستعمال قتابيرشة قتابيرشة قتابيركه المهم يعني إنها تتقدم كتابة حشو الجذر أكثر من مئة وستين عاماً وإنذ أكثر من مئة وستين عاماً هي هذه القطة التي تستعمل هي هذه القطة التي تتقارن بها المواد بسبب المزايا التي نتحدثها لكنها تتقدم كتابة حشو الجذر لا يوجد مادة حشو الجذر نقول إنها تتقدم كتابة حشو الجذر كلها بها موجودة لا أبد أنها تتقدم كتابة حشو الجذر لكن هذه الموادات حشو الجذر وممكن أن تقوم بعملها نعملها أول شيء هي بلاستيسي يعني أنها تتحكم بها إلاستيسي اذا بلاستيسي تتكيف إذا عملها بلاستيسي تتكيف طبعها لأنا أضغط على الأماكن وينا تكون غير منظم القناء بالكنال اللي حضرتها وسويت لها كافيتي وبعدين سويت كنال نظيفة واخرت منها الجذر وهالأمور easy to manipulate يعني سهلة التحضير أو سهلة التلاعب بها إنه على راحتي ما أتقيد بشي easy to remove either partially or totally أقدر بسرعة أو بسهولة إنه أوخرها أما partially يعني أوخر جزء جزء منها أو كلها it has relatively little toxicity تسبب إنه السمية مالتها toxicity قليل نسبيا it tend to be self-steralization يعني شنو مثلا إنه أقدر أعقمها بتعقيم ذاتي to be self-steralization if there is possibility to be contaminated يعني إذا آي مثلا حسيت إنه احتمال إنه هاية تتلوث أو تلوثت they are productively productively centralized by immersion immersion يعني إنه أريد أعقمها بشكل إنه آني إذا حسيت بها احتمال تلوثت إنه يتم تعقيمها عن طريق إنه أغمرها بس مجرد واحد بالمية من sodium hypochlorite اللي هو الكلورين sodium hypochlorite for one minute واحد بالمية من الhypochlorite إلى واحد منت يعني واحد منت أبقيها بواحد بالمية من الhypochlorite hypochlorite okay sodium hypochlorite زين هسا هاي قلنا الـ advantage مالتها الـ advantage رح أجي على الـ disadvantage شنية disadvantage اتلاكس ادهيجين to dentine مو كلش تلزك بالدنتين رح أجيب نهاية اللكتشر رح أستعمل فاد مادة اسمها sealer endodentic sealer هاي بحيث إنه استعمل هوية القتابير كإنه أخليها تلزك بالدنتين يعني قلت لكم أنا disadvantage أقدر أنا أحسن هان فإذن اتلاكس ادهيجين to dentine يعني بيها ارتساب قليل يعني تفتقل الالتساق بالدنتين and a slight elasticity والمرونة الطفيفة القليلة elasticity مو plasticity which causes a rebound رح يعني شو مثلا رح تنفصل and pulling away from the canal wall إنه ربما إنه مو هي متل ذاك بالدنتين فرح تنفصل عن الدنتين اوكي هي أنا ما وقتها ولزقت بالبداية بس بس يصير بها setting time رح يصير بها shrinkage و رح تبتعد عن الكنال wall warm guttapearka shrink during cooling من guttapearka واني أحميها بالبداية فمن تبرد رح يصير بها تنكمش also after evaporation of a solvent when emersent هذا وش وكتهم من التنكمش مو أنا أعقمها 1% لمدة 1 منت من sodium hypochlorite فمن رح أعقمها آني فهذا من رح يتبخر المذيب يتبخر هذا المذيب هم رح يصير بها shrinkage shrink okey زين أسا رح أجي أنا شرح تلق تلق تبير كت طينا بها تعريف صغير وني طينا advantage وطينا disadvantage رح نيجي ناخذ composition 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 يعني حاول وحفظ أو يعني كيف كم ويعني يجب الامتحان أكيد بس إن شاء الله ما تركز علي الدكتور يعني composition لأن هواية فيجوز تخربطون يعني لو نركز على باقي الأشياء أحسن بس نحن ننطلع عليه composition بها zinc oxide بها gata perk zinc oxide 75% ناقص زايد هاي موجب سالب يعني ناقص أقل من 75 زايد يعني أكثر من 75 gata perk اللي واذا give plasticity اللي رح ينطيني قابل طبعا مشوفتكم الصورة هاي هي gata perk هاي بها عدة ألوان ليش على حسب السمك مالتها مثلا أنا عندي هذا الroot هذا الroot يجوز هنا أدخل وحدة سمكها هي 5 مثلا أدخل وحدة 3 بعدين إجتي فراغ هنا بالنص أدخل وحدة نحيفة 2 مثلا وهكذا على حسب thickness مالتها البايندر اللي هو شنو هذا مادة تخليها أنه يصير بها تنحني أوباك ماتيريال هاي المادة اللي تخليني أنه هي تبيني بالراديو أوباك كلاننك أيجنت يعني فد مادة أو أصباغ أو عامل تلوين كل السهل هذا نحفظ الأشياء السهلة نحفظها ناقص زائد 75 20% تبدأ بعض أشياء الثانية اللي هي البايندر اللي تخليها أنه تنحني أوباك ماتيريال اللي تخليها أنه تبين بالراديو أوباك وعندي الكلور أصباغ أصباغ عوامل التلوين الشيبس قطب بركة عندي هواي بها شيبات شيبس يعني بس اثنين قطب بركة كون سيكون ماتيريال بس باسيك شيب اثنين أساسية أول واحدة اللي هي ستاندار رايز كون شنو هاي آر ديزاين to have the same size أنتبر as the corresponding to number 40 كون corresponding to number 45 شنو يعني هاي تكون على حسب طول الانسترومنت مالستين اللي دا استعمله الطول الانسترومنت مثلا اللي أنا حفرت به الكنال هلقى الطول مثلا 5 مليميتر على سبيل المثال الكون همي نصير 5 او هنا نعدهم نمبرات 40 ب40 المهم انه هذا الستاندرايز كون انه يكون على نس size والتبر اللي حستعمله بالانسترومنت يعني طول هاي الحديدة على اساس راح تكون الكون ات مال القتاب بركة او يكون conventional con the tip of the con has one size and the body of the con another يعني شنو التب تكون نحيفة التب تكون نحيفة يعني او التب التب the tip of the con has one size and the body of the con another يعني التب لها size واحد والكون اللوخة ال body of the con another size او كي يعني مثلا هنا السمك هالقد هناك السمك غير شي اذن الطرف مالتها يكون حجم وجسم المالتها المخروط يكون غير حجم هنا انت يقول انه هذا temporal لفلنقحات هنا الكوتون بلت وهنا البوست سبيس و المهم هس رح اجي ااخذ النوع الثاني من الصورد أوبتورايتنج اللي هو ريزن أوبتورايتنج ماتيريال زين اتفاقنا انه هي القتا بيركة ستكون احسن واحدة نبدأ بال ريزن ريزن أوبتورايتنج مثلا يعني صار على شي كمثل العجين ريزن أوبتورايتنج ماتيريال عز بوتينشنال ري بلايسمنت أوف قتا بيركة فور قتا بيركة يعني شنو هي هذا كبديل محتمل بديل القتا بيركة هو هذا الريزن ماتيريال الماتيريال هو بوليكاربو كابرولاكتون مع فلر بيو اكتف غلاس الفلر قلنا يطيل حاردن الصلابة بيو اكتف غلاس و مختلف و مختلف مختلف هذا مختلف و تحاول أن تصنع مختلفة أو مونو بلوك في الريط سيستم الشيب نفس القتا بيركة conventional standardized نانا شنو أنه هذا التكوين يعني يشكلني مثل single entity فتكيان واحد قطعة بلوك واحدة وأجي أحطها أنا على أساس الروت كنال ماتي مونو بلوك قطعة واحدة وأدخلها بالروت كنال system الـ Advantage مال الريزن obturating ماتيريال شنو هو أولا النان نان سايتو توكسي ماتيريال إنه ما يسبب لي سمية للخلايا اللي موجودة بالستركشور مال التيث الأستيوسايت والأستيو بلاست والأدونتو بلاست وهالأمور والسمنتوسايت إذن نان سايتو توكسي ماتيريال و biocompatible الريزن obturating material biocompatible إنه متوافق حيويا يعني بيولوجيا نان يوتاجينيك إنه ما بي مثلا أشياءات سلبية إنه للكنال إنه مطفرات أو يعني شون مثلا ما يسبب لي فد يعني مثلا المهم رح أجي إحنا سكملنا القتا بيركة والريزن obturating material رح آخذ هاي كلها طبعا من ضمن الصوت obturating material أخذنا القتا بيركة وأخذنا الريزن obturating هس رح ناخذ آخر واحد اللي هو silver point silver point طبعا هذا يعني قليل الاستعمال جدا يعني نقدر نكون نادر الاستعمال ثواني نبدأ بال silver silver point يعني silver نبين فضة silver point are pure silver هو يعني عبارة عن فضة خالصة يعني نقية we're we're to correspond to the last file size used in preparation يعني انه انصممها حطها بقالب انه نصممها على انه تصير to correspond the last file size على مود انه استعمال وي last file size used in preparation اللي هو هذا silver انه متكون بال file اكو مرات هو instrument متكون من silver اللي هو خلال اسوي preparation لل root canale او full the root canale in all dimension او مثلا هو املي القناة بنفسها بال high لانه يعتبر ك obturating material واستعمله ك instrument يعني and fold the root canale in all dimension silver points are poor long term choice as a routine obturating material يعني هو يعتبر اختيارا ضعيفا على المدى الطويل يعني كل ضعيف as a routine obturating material يعني carotene obturating material لماذا ينبي disadvantage يعني اذا اريد اصلي حشوة جذر للمدى البعيد انه هذا اختيار ضعيف لماذا disadvantage نجي اول شي هو silver appointment يعني قوي يكون صليب فما اقدر انه اتلاعب ب no adaptability على اكس ال gutta pair كأني اجي اصلي لها adapt بالاما irregularities النقطة الثانية toxicity 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 يعني شنو يصير بها تسمية يعني تفرز some from corrosion من يصير بها الصد يصير بها التآكل tight fractional fit من انا رايحة هذا tight fractional fit and hardness يعني شنو انه يصير بها احتكاك ويا الدنتين ويا ال enamel يعني ويا الدنتين بنفس الroot canal فراح يصير friction انه يصير بها مثل احتكاك and hardness شي صلب موجود البروت canale يعني silver cons difficult to remove partially or totally هنا نقدر نعتبر نقطة اخرى انه صعب انه اسوي لها remove يعني كل تتجلب بعد يعني هو silver point صعب انه اخر partially or totally if silver cons are contact with a bar with a bar their seal may be broken سيكسر مالتها أو ينعمي أو يعني هيد شي اوكي زين اه البار اللي هو استعملهم بال شو مثلا هو اللي يفر هادا الانسرومت الماتيري اللي هو الستانلس و هالأمور زين اه احنا هسا كمنا الـ Solid الـ Solid شنو عبارة عبارة عن و 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 عبارة عن انتهى هنا انسوا الـ Solid و نبدأ بالـ الـ Semi Solid يعني هذا يكون شبه سائل ثواني هذا هو الـ Semi Solid الـ Semi Solid الـ Semi Solid الـ Semi Solid اللي هو الـ Paste يصير على شكل عجينة و عبارة عن و عبارة عن الشرحة اللي هو الزينغ أوكسايد يوجينول الزينغ أوكسايد اللي هو هذا اللي هو الباودر واليوجينول هو السائل الليكويد مي بي ميكسد بيور أسوي لهم ميكسد بدون أضافات no additives to intermediate thickness يعني الثقنس ما لا تيكون intermediate other formulation combine zinc oxide with additive أقدر مثلاً أضيف لها نسب أخرى أو تركيبات أخرى مثل opaque metallic oxide or chloride metallic oxide or chloride العفو like مثلاً أضيف لها أكثر أشياءات other formulation combine zinc oxide zinc oxide Opec اللي رح يخلي هاي المادة radio opaque metallic oxide مادة تصير على شكل metallic يعني معدنية chloride steroids plasticizer or paraphorma aldehyde and various other ingredients أشياءات إضافية ومكونات أخرى مختلفة use of these materials is below the standard of the care يعني أنه يعني أنه هاي الاستعمال هاي المادة أقل مستوى من الرعاية أقل مستوى من الرعاية sealer عبارة عن reason يعني يعني such as مع المادة ي reopen المادة تصير مادة تصير الخاصة والزينج و الأول تصير خاصة الآخر يعني و الأمر ما تصير مثلاً أشياءات ومعدات وأجهزة ومدري شنو فإنه مالتها تكون قليلة التكنيك مالتها are fast ومجرد عجينة ونحطها easy to use and involve the use of single material and involve the use of a single material شنو يعني النقطة الثالثة هسية التكنيك مالتها يكون سريع وسهل الاستخدام and involve the use of a single material تنطوي على استخدام مادة واحدة بس يعني مو عدة مواد وأجي أخلطهم ومدري شنو لا الدس ادفانتج أجي على الدس ادفانتج أجي على الدس ادفانتج أول نقطة ثاني نقطة أول شيء length control ما أقدر أتحكم بطول مالتها ربما أنا أدقلها داخل الroot canal بس هي ربما ما توصل الداخل للأبيكال للأبيكال 3rd فربما أنه كل ساعة أنا لازم أسوي ريديو يعني أسوي لأشعة وهذه الأشعة طبعا تضرب الإنسان فما يصر أني أسوي كل ساعة أشعة أشعة المهم لازم هي أول شيء before وبعدين during وبعدين after اللي أسوي للأشعة قبل ما أبدي وخلال العمل وبعد العمل الفينيشن يعني difficult to avoid overfalls or underfalls شون يعني من الصعب أنه أمليها avoid over overfalls يعني ما أقدر أنا كلش أسوي أمليها زايدة أو أنقص من الامتلاء أو أسوي فلر أقل فصعبة يعني إنساني ما أعرف مثلا أحط بعد أكثر لو أحط أقل ومن يصر overfalls موزين ومن يصر underfalls موزين So radiographs should be made many times كل ساعة أسوي إلى radiographs During obturating to assess length يعني نصل للطول اللي إحنا نريده This leads to time consuming and subjected the patient to needless radiation وهذا يعني حنضيع وقت كل ساعة ونجي نسوي إلى radiographs كل ساعة راديوغراف وطبعاً راح نعرض الpatient إلى إشعار ما أكو إلى داعي يعني subject the patient to needless radiation Sealability Unpredictability يعني شنو Sealability Maybe related to three fractures Large voids within the material or adjacent wall تصير بها مثل الفقع أو فراغات كبيرة داخل المادة أو الجدار المجاور لها Shrinkage راح يصير عندي مساحة للتسرب قليل فرح تصير Shrinkage يعني بالزينك أوكسايد وربما تجي لي فلويد وبكتيريا أو هالأمور Solubility of pest with tissue of or fluid or oral fluid إنه قابلية الذوبان إنه هيا إحنا قلنا المواد لازم تكون لا solubility بينما هيا لا solubility إنه solubility مع للباست قابلية للذوبان with tissue or oral fluid السوائل اللي تجي بالفلويد جيد جيد اه كيف أكتبهم شي ثواني بالله داريت أتأكد من النقطة جيد أجي على آخر شي هاي ما بقنا شي بس هذا اندو دونتكسيلر آية اللي قلت لكم ياها حشرح لكم ياها بالأخير شون من أخذنا هنا وحطينا نجمة حسنا حسنا اندو دونتكسيلر يعني شنو اندو دونتكسيلر هاي المسربات اللي أخبطها ويا القطة بيركن لأن القطة بيركن هي لكتبيركن هي لكتبيركن لدينتين ثواني بالله اندو دونتكسيلر هاي المسربات اللي هي اندو دونتكسيلر هاي المسربات اللي هي مثل ما قلنا بالقطة بيركن انه اكو مواد ما اقدر اسويل متلزك بالدينتين فربما استعمل وياها اندو دونتكسيلر فالاندو دونتكسيلر اندو دونتكسيلر هو السيلر هو السيلر is more important than the core obturating material يعني اهم من core obturating material اكثر اهمية من obturating material the objective for using a sealer يعني الهدف من استخدام هاي السيلر to provide a fluid tight seal انه توصل توصل to provide a fluid tight seal يعني توصل الكل الحواف الكل border lateral و apical سيلر must be used in conjunction with the obturating material انه اخطة او يعني الاسقوية obturating material يعني regardless to technique or material or material يعني بغض النظر عن التكنيك و المادة المستعملة endodontic الذي هو zinc oxide are used alone اما ببحدة or as root canal sealing كمسرب انه يروح الباقي الحواف يعني اما عندي فتفراغ احطه به هذا zinc oxide or 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 there are two types and conventional sealer are used with gata and therapeutic therapeutic انه يستعمل انه يستعمل ويشنو ويالقطاب بركة ويستعمل يعني كعلاج مثلا and therapeutic انه كعلاج are used without a core بدون يعني الحشوة هو يستعمل يعني بس علاج بحضة احطه and are formulated with ingredients such as iodoform و para formal aldehyde which have therapeutic effect and therapeutic effect يعني تأثير علاجي انه احطها كسيلر او استعملها كثيرا اما استعملها conventional sealer are used with gata or therapeutic are used with core راح اجي هسه اني هسه شرحت شنية ال endodontic sealer وقلنا انه اني ليش استعمله انه غرضين يا اما اكون conventional sealer انه انه توصل كل الحواب كل البوردر او therapeutic يعني كعلاج سيأخذ requirement يعني متطلبات او اول شي high flow to penetrate into irregularities and of the root لازم يكون تدفق مرتفع بكل اماكن تروح للاماكن الغير منتظمة وال accessory canal واني عندي هذا ال root رامرات يصير منها عندي canal ويكمل الجذر فانه هذا لازم انه يروح هنا high accessory low low thickness لازم يكون منخفض يعني مو كل اللي هو low film thickness لاني تأخذ طوية material low solubility ما يصير انه يمتص الماء على مدمدة تصير عندي بكتيريا وما ادري شنو اذن قابليا منخفض يعني اقصد انه ما يذوب بالماء اللي هي وهذا المادة dimensional stability لازم انه يحافظ على ماتة الابعاد انه يثابت الابعاد ما ماتة no adverse reaction to root area انه ما يأثر بشكل سلبي على الروت يعني يعني ما يسوي لي irritant ما يسوي لي تهيج the sealer and its component should neither cause tissue destruction nor seal death النقطة السادسة انه يقول لي ما يسبب لي هذا السيلر والمكونات مادة بتدمير tissue destruction تدمير الانسجة او موت الخلايا اللي موجودة بالtooth structure dimensional stable dimensional stable or even expand slightly on setting نقطة سابعة انه لازم dimensional stability ما تيكون ثابت أه or even expanded slightly on وذا اراد يصير مثلا slightly expand يعني شوان يتوسع قليلا بنى يصير بилосьné بـ setting يعني اضعه في مكان الذي اريده وانه خلطه في الابتورياتين يعني الى وقت كافي يعني الوقت ماته مناسب ادهيزيفنس يعني شنو ادهيزيفنس يعني انه شون مثلا الالتساق ماته يعني هي كلش لاسق يعني التلاسق مالتها كلش قوي بحيث راح تست ابسلوت بوند يعني صدق رابطة قوية بين مادة اللي هي الابتورياتينج ماتيريال والدنتين راديو اوباك انه تبين عندي بالراديو اوباك والرمننت should not cause future stain of the crown الرمننت مالتها البقايا مالتها متسبب لي ستين تلطيق او تلوين للكراون السيلر should be soluble in a solvent ستبينت او تريتمنت ماي بي نساسري النقطة الاثنعاش انه يجب ان تكون السيلر انه شون مثلا قابل للذوبان في مضيب in a solvent الشون مثلا انا قلت لكم فوق انه هي كأورال فلويد بس اني عندي فد مذيبات اثطر انه اذوبها فيها مثلا ريتريتمنت اسوي لعلاج يعني مثلا اكصار فتخلل انه لازم اواخر هاي المواد اللازجة اللي هي السيلر فانه تذوب بمذيبات ريتريتمنت ما يبيني سيسر يجوز مثلا اني اعادة علاج تكون عندي ضرورية سيلر شد بي انسوليبل تو اورال انتشو فلويد باعو انسوليبل بالنسبة للأورال و التشو فلويد بس سوليبل بالنسبة للسولفينت معين كمذيبات يعني سيلر شد بي بكتيري سايديال يعني شنو بكتيري سايديال يعني مبيدة للجراثيم يعني انتي بكتيري ضد البكتيريا جين the types of sealer لقد نهو zinc oxide they are the four major types of sealer اللي هو zinc oxide base وعند البلاستيك البلاستيك و الغلاس ايو نمر cement and those contain calcium hydroxide caoj ok types of sealer the four major types zinc oxide وجينول و البلاستيك عندي نوع zinc oxide وعندي نوع بلاستيك وعندي نوع glass ayanomer cement كلهم هذولي تحتوي يعني بعو اول واحد عندي اللي هو zinc oxide base ثاني واحد اللي هو البلاستيك ثالث واحد اللي هو glass ayanomer ثالث واحد اللي هو glass ayanomer والرابع واحد اللي تحتوي المواد اللي تحتوي على calcium hydroxide ثاني يوضح لي انه هذا access opening pulp jumper شوف هنان صار temporal filling حط انه حشو مؤقته هنا root canal fold with gota perke and adhesive cement حط اللي هو cement يجوز glass ayanomer cement انه كمادة لاسقة قبطها ويال gota perke على التلتسق كل جيد ويال الدنتين وهذا انتهي root canal اللي هو obturating material موسيقى